أنا عايزة أتحدث عن النشطاء اللي شاركوا 25 يناير وشاركوا أيضا في 30 يونيو وللأسف الشديد الكثير منهم داخل السجون يعني هي دي الإجابة المباشرة على سؤال حضرتك بمن فيهم نشطاء كان سيد عبد الفتاح السيسي عندما كان رئيس المقابرات الحربية التقاهم بعد ثورة 25 يناير وأصفهم بالشباب الوطني وقامت قوات المسلحة بتأدية تعظيم سلام للشباب المصري الذي شارك في ثورة 25 يناير وقدم التضحيات بأرواحه ولكن للأسف الأمر الواقع الآن أن هؤلاء الكثير وهو دي أزمة 30 يونيو أستاذها ديم بعد ما احنا كنا من أجل استعدادة هذا في ثورة يناير احنا فجئنا بأن تفسير القطعات الرسمية كبيرة وقطعات أخرى من اللي بتنتمي للنظام الرئيس المخلوع أنها هي فرصة للانتقام من ثورة 25 يناير طبعا جمعات الإخوان المسلمين ارتكبت أخطاء فادحة واختارت مدينة العنفة فكان لابد من الدخول في مواجهة مع النظام لكن بالنسبة لنا احنا كأخوة مدنية ديمقراطية شاركنا في يناير وشاركنا في 30 يونيو من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة نتعرض لحملات تخوين نتعرض لحملات اعتقال أنا متفق مع الزميل رامي أننا جميعا نهدف إلى الحفاظ على الدولة وعلى مؤسسات الدولة ولكن بعض السياسات التي يتم اتباعها الآن هي التي تضعف من مؤسسات الدولة هي التي لا تساهم بشكل إيجابي في الحرب ضد الإرهاب عندما نسجن الشباب صغير السن لأنه يتظاهر اعتراضا على اتفاقية تنازل عن أراضي مصرية للمملكة العربية السعودية أو ضد قانون التظاهر أو حتى ضد المهزلة التي تحصل عندنا في امتحانات السنوية العامة أنت تخلق المزيد من ما نقول عليه أنه ما أشبه بالقنابل الموقوطة عندما يدخلوا في سجون مكتظة عندما يتعرضوا لإساءة المعاملة عندما تصدر ضدهم أحكام بالسجن تتراوح ما بين عامين وخمسة أعواب هل دايو ساهم في استقرار الأوضاع وبناء دولة المؤسسات هو ده المؤلم والمؤلم زي ما قلت لحضراتك نحن بعد 25 يناير شفنا حالة من الديناميكية حالة من النشاط غير المسبوق للأحزاب لمؤسسات المجتمع المدني للنقابات المستقلة للإعلام كل هذا الآن يتم الإطاحة به ونعيش في عصر من التخويف لم تعد هناك خطوط حمراء سواء فيما تعلق بالصحفيين سواء فيما تعلق بالنشطاء سواء فيما تعلق بالسياسيين وكل بصراحة للأسف يشعر أنه من الممكن أن يتم قمعه أو القبض عليه في موضوع الشباب تحديدا سيد خالد داود السيدة لليان داود للأسف